بسم الله والابن والروح القدس الإلهي الواحد الذي له كل مجد أبد أمين أهلا بكم أيها الأخوة والأبناء والأصدقاء الأعزاء في برنامجنا سؤال وجواب في هذا البرنامج سنجيب عن الأسئلة التالية السؤال الأول بيقول ليه اتأخر عمل الفداء أقصد مش السيد المسيح جاء عشان يخلص أدم من خطيته ليه اتأخر لمدة ألفين سنة ده سؤال جيد جدا وأنا بسمعه منذ نعومة الأظافر وبسمع إجابات مش بكون مرتاح إليها لكن خلينا نوجه السؤال إلى العهد الجديد نفسه وهنوجهه للرسول بولس وهنلاقي الإجابة في الرسالة إلى غلاطية فلما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس واحد ملء الزمان يعني ايه ملء الزمان؟ يعني الوقت المناسب والممكن أن يتم فيه التجسد والفداء إيه دخل بقى امرأة تحت الناموس؟ دخل هذا الإجابة على الجزء الثاني اللي هيشرح السؤال اللي هو أنه أن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني البشرية زي ما بيشرح قديس أسناسيوس طبعا الوصف بتاع سفر التكوين هو عبر عنه قديس أسناسيوس في كتابه الرسالة والسانيين أنه أنه وصف فيه قدر من الربزية للحادثة حادثة السقوط لكن هو بيشرح أن السقوط ما حصلش بالزبط في يوم وليلة لا ده الإنسان أخذ ينحدر يسقط وينحدر في الشر من شر إلى شر حتى وصل إلى مستويات يعني ما ينفعش أن أنا أجيب سرتها على الشاشة لأنها بشعة 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 جدا ومن ثم فإنه الأمر كان يحتاج إلى إعداد وتهيئة وهذا الإعداد وهذه التهيئة كانت بداية بقى إرسال الأنبياء والشريعة اللي هي النموس لأنه إحنا قلنا أن كلمة نوموس كلمة يوناني ما تترجمتش ومعناها الشريعة أو القانون فكان لابد أنه يبقى فيه الشريعة وفيه النموس لأنه فيه جزء صائد في التفكيرنا بسبب يعني لهوت العصول الوسطى اللي مش متعمق في فهم فكرة العهد الجديد كما شرح الأباء اللي هي إيه؟ اللي هي حرية إرادة الإنسان أن الإنسان حر أن يقبل أو لا يقبل يا أورشاليم يا أورشاليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في راقك تحتاج نهاية ولم تريده طيب مفيش حاجة اسمها هم لم يريده هم بقى اجبرهم على أن يريد مفيش كلام من تطف وإلا بقى خلاص لم يعود الإنسان إنسانا لأن ما يميزه كإنسان هو الحرية ومن هنا ابتدأ عمل الخلاص من أول يوم بالإعداد والتهيئة أرسلت لي الأنبياء أنا المريض أعطيت لنا موسى عونا الكلمات اللي بنقولها فيه القدس الغاريغوري قديس الغاريغوريس كل دا كان تهيئة فصار في ناس من بين الشعوب اللي كانت بتقدم أطفالها زبايح للشياطين حاجة يعني مش عايز أقول أكتر من كده لأنه أشيئة بشعة جداً من بين هذه الشعوب بقى فيه شعب إلى حد ما فيه عدد لا بأس به منه بقى سالك في الشريعة وبقى فهم من الأنبياء إن فيه المسيح المخلص جاي وبقى منتظره ومتشوق لمجيئه بقى جاهز وهو دا بقى اللي اسمه ملء الزمان تسألني وتقول لي هو دا كان يحتاج الألفين سنة صدقني كويس إن نتقضى في ألفين ولا غير الألفين هي المسألة ليست مرتبطة بمشيئة الله منفردة ولكن باستجابة الإنسان وديك شايف أديك شايف حواليك الإنسان شايف خراب والضمار والخطيئة عملا إيه وبرده بيعمل خطيئة ومش بيتطعس فهل كان الأمر يحتاج طبعا يحتاج طيب لو كان جاء المسيح قبل هذا زي ما حضرتك بتطرح السؤال ما كانش هيلاقي حد يقبله ما كانش هيلاقي نفوس تتجاوب معه فإذا الإعداد والتهيئة على النحو اللي ذكرته من خلال الأنبياء وانتظار مجيء المسيح ومن خلال عمل الشريعة ومن خلال كل هذه المراحل كان هو تهيئة البشرية لقبول المسيح وده السبب كما كانش يليقى واحدة زي العذرة مريم يتجسد منها لأنه لو ما كانش يليقى إنسانة في السن ده بنت صغيرة ومقدسة وطهرة ما كانش هيتجسد من أي حد طبعا كل دي عوامل نطج في البشرية هيئة البشرية لملء الزمان حتى يتجسد من مسيح أشكرك من أجل السؤال السؤال اللي بعديه بيقول لا ما معنى لا تعطوا القدسة للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقها شوفوا يا جماعة أنا معجب بمارتن لوسر وبحب مارتن لوسر لأنه الرجل عمل ثورة إيجابية لصالح الإنجيل ولصالح الإيمان المسيحي ولا ألومه ولكن اللي بيقوم بثورة لازم يقع في أخطاء نحصد ثمنها لاحق ولو أنا ما كان كنت أقع في نفس الأخطاء فعلى الرغم من أنه فتح الباب للبشرية أنها تقرأ الإنجيل بعد ما كانت الكليسة الكاثوليكية في ذلك العصر بتمنع الناس أنها تقرأ الإنجيل يعني يبقى عندك الإنجيل أو كتاب مؤدس في البيت بس ما تفتحوش لما يجي الكاهن ليه يا أخواننا قالك من فهم الكاهن تطلب الشريعة فدي حاجة إيجابية وجميلة بس كان لها side effect يعني نتيجة جانبية مضرة جدا اللي هي أن كل واحد من حقه يقرأ ويفسر الإنجيل ليه مش من حق يقرأ وفسر الإنجيل النص ده مثال جيد للإجابة على السؤال كل واحد من حقه يقرأ الإنجيل نعم كل واحد يتعلم من كل مطلق نعم لكن كل واحد يفتي ويفترض أنه هو يقدر يفسر الإنجيل دي لا لأنه أنا لم أجاوبك حتعرف أنه الدراسة اللهوتية والدراسة التاريخية هي اللي بتدي للشارع مفاتيح الفهم فدلوقتي لا تعطوا القدسة للكلام مين الكلام؟ وليه المسيح يقول الكلام؟ المسيح كان بيتكلم بلغة عصره وكان بيستعمل الأمثال اللي الناس بتستعمله زي ما أنا كده في وسط الكلام حتى في وسط الوعظة بتلقى إيه أقول وزي ما المثل اللي عندنا في مصر بيقول وروح أيل المثل اللي أنا تربيت طلعت حاجة تلقى إيه يعني بيستعمل اللغة اللي الناس بتستعملها والطريقة اللي بتتكلم بيها المسيح كان بيستعمل أمثال زي إيه الأمثال اللي استعملها؟ زي زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا لا يشبه أولادا جالسين في السوق يقولون ده مثل كانوا بيقولوه فهو استعمل المثل زي إيه الأمثال تانية اللي استعملها؟ زي المثل بتاعه هل يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ ده مثل همش بيقول كلاب هم بيقول المثل المثل ده كان اليهود بيقولوه على الوثنيين طب وليه الغطراصة دي بقى يقولوا ليه عليهم وثنيين؟ طب ما تعرف هم سموهم الكلاب ليه؟ الكلام ده حصل في قصة المرأة الكنعانية اللي هي كان بتاع عبد العشطراصة أو اللي الكنعانيين بيعبدوا العشطراصة طبعا لما تقول هي إيه عبدت العشطراص؟ مش هقولك بقى لأنها كلام ناجس بقى قبيح جدا جدا فمن فرط بقى النجاسة القبيحة فهم سموا النجاسة دي شبهوها بالكلاب وسموهم الكلاب وبقى ده مش شتمة بيقولوه انت كلاب لا بقى مصطلح بيستعمل دايما رسول بلس استعمله لك احذروا الكلاب احذروا القطة فده بقى تعبير استلاحي هم بيتكلموا عنه إذن من هم الكلاب؟ هم هؤلاء الذين يعيشون في نجاسة وشر بهذا الشكل حتى ان العبادة نفسها هي ممارسة النجاسة تعبير بقى الكلاب وتعبير الخنازير هذه تعبيرات استلاحية مفهومة للناس السامعين عشان هم عارفين ما هي الشرائح البشرية اللي اندفعت الى هوان الخطيئة عشان كده سموا دول الكلاب وسموا دول الخنازير ده بقى المقدم شفت بقى قيمة الشرح مش كل واحد هيقرأ ويفتي كل واحد هيقرأة بس مايفتيش بتعمل زي ما انت عملت كده تروح للدارس ومتعلم يجاوبك عالسؤال بقيت السؤال بقى لقى لا تدوس يا بقى رجلها يعني ايه؟ يعني مثل هؤلاء الناس اللي بيعيشوا في النجاسة والشر لما ييجي يسألك عن اسرار ملكوت الساموات وانت تشرح حاله يمسك الكلام ويقلبوا عليك ومايفهمش حاجة ويشوه الايمان زي ما بيحصل في وسط المواقف الخنائات اللي بتحصل بين الناس وبعضها بين الناس يعني مسيحيين المؤمنين وغير المؤمنين فهو بيقول له الشرايح دي الناس اللي بعت نفسها بهذا الشكل للشر لدرجة ان انتوا سمتوهم الكلاب وسمتوهم الخنازير اوعى تتناقش معاهم اوعى تكشف لهم اسرار الملكوت لانه هو مش هيستفيد ومش هيقبل ومش هيؤمن ولكن بالعكس هشوه الايمان وتلتفت فتمزقكم يعني يتحول ضدك ارجو ان يكون الشرح وافي السؤال بقى الرابع برضو الاسرار لكلها جميلة ممنوع الهوما حلوه كيف يمكنني ان ابدأ طريق الجهات ضد إبليس شوفوا يا جماعة عشان نحط النقط على الحروف انت لا يمكنك ان تبدأ الجهات ضد إبليس ولا تستطيع أن تبدأ الجهات ضد إبليس إلا إذا قابلت المسيح فيك طب والمسيح هيدخل فيها إزاي؟ بالروح القدس وأنت لما بتقبل الروح القدس بيدخل المسيح إليك طب والروح القدس هقبله إزاي؟ نروح برضو لعهد الجديد الإجابة المرة دي من عمال الرسل إصاعه اتنين قالوا لهم نفس السؤال ماذا نصنع يا رجال إخوه؟ قالوا لهم واحد توبه اتنين ليعتمد كل واحد ثلاثة على اسم يسوع بإيمان فتقبله عطية الروح القدس إلا أنت عايز تقبل عطية الروح القدس إلا أنت عايز تتوب وتتعمد وتؤمن وتتعمد طيب أنت تعمدت وأنت صغير ما كنتش مؤمن هنعمدك تاني عشان تقبل الروح القدس؟ لا مش هنعمدك تاني إما الإيه؟ هتجعل من توبتك معمودية ثانية يعني التوبة مع الإيمان وإنت كبير وواعي دلوقتي هيجددوا المعمودية بتاعتك معمودية ثانية فستقبل إيه بقى؟ تقبل التجديد الروح القدس يجدد طبيعتك وتقبل الروح القدس وبالروح القدس يأتي المسيح آه هنا بقى بقى معاك حاجتين أساسيتين إن طبيعتك نالت الطبيعة الجديدة ومن غير كده ما فيش فايدة في الحرب مع إبليس والحاجة تاني إن المسيح نفسه موجود بالروح القدس فيك هي دي البداية من غير البداية دي ما فيش إمكانية إنك تغلب إبليس ليه؟ لأنه نمرت واحد مفيش حد على وش الأرض ولا في السماء غلب إبليس غيره هو الوحيد اللي أشهرهم جهاراً ظافراً بهم في الصليب هو الوحيد اللي الشياطين كان بتصرخ صارخها وبتقول أنت والمسيح ابن الله لماذا أتيت قبل الوقت لتعذبتك لوحدها قبل ما تشوف ما حدش غلب إبليس غيره فالوقتي أنت لازم تاخد طبيعة الغلبة اللي هي تجديد الطبيعة الطبيعة الجديدة واحد اتنين تاخد الغالب يعني تاخد الغالب وكمان أنت تلبس بقى الطبيعة الجديدة بقى جواك الغالب اللي هو المسيح اللي هو المجن وجاسدك ونفسك وروحك وعقلك نالوا الطبيعة الجديدة خلاص بقى كده تقدر تبتدي صح أنك تجاهد ضد إبليس وتنتصر بنعمة المسيح بقيت الإجابة على السؤال بقى قلتلي أبدأ لكن بعد أبدأ الكلام كتير جدا طب ما تقول لنا حاجة يعني تبلي رقنا بيها ونبعدين نبقى نسمع الكلام الكتير هقولك أنا كنت بعمل إيه وأنا فتى صغير وأنا رجل كبير ثلاث حاجات كنت بعملهم كل يوم من سن 14 و15 و16 ونت ماشي لغاية مشيخت طبعا بعد اللي مشيخت بقى بقى فيه آلية أعلى إيه الثلاث حاجات كل يوم لازم أقرى الإنجيل كنت في المدرسة قبل ما أقعد أذاكر لازم أقرى فصلي من الإنجيل مفيش مذكرة إلا ما أقرى فصلي من الإنجيل أشوف الإنجيل بيقول لي إيه لما أقرأ الإنجيل بينورني إن فيه خطايا في حاجات أنا مش درين بيها محدش قال لي محدش قال لي إن الحلفان خطية كل الناس بتحرف محدش كل الناس محدش قال لي إنه الإدانة خطية فلما قريت الإنجيل اتنوارته عادة نمرة واحد نمرة اتنين كل يوم بعد ما اقرى الانجيل اقدم توبة وتعهد بطاعة الوصية على اللي الانجيل قاله لي في اليوم ده عشان هقدم توبة وتعهد هعمل ايه حصلتي بقى اتلت حاجات يبقى كل يوم الانجيل كل يوم انظر في مرآة الانجيل واشوف نفسي حسب نفسي وكل يوم اصلي بس خد نصيحتي خد نصيحة اب شيخ جازت الرحلة من بداية اعمل التلت حاجات دول بامانة ودقة وبس واشوف هيوصلوك لغاية فين هتبقى بداية صحيحة زي ما قلت ازاي تبدأ بقى وبعدين تضيف عليهم التلت خطوات دول لازم بنعمة المسيح هتوصل واللي وصل غيرك يوصلك السؤال اللي بعد كده بقول لماذا هناك صوم في الاديان وهل يوجد للصوم قصده فائدة او معنى او كده حاوللك بقى مشكلة الناس انها صارت شهوانية ومحكومة بكل ما هو اشتهاء وتلزز وخصوصا بقى الاكل يعني الناس تقولك ان شهوة الجنس اقوى من شهوة الاكل لا بالعكس ده يعيسوا باعل باكورية عشان طبعت ما يصطدس يجعان وعايز يأكل فالفكرة بقى ان شهوة الاكل متسلطة عميقة في كيان الانسان المولو بس مش شهوة الاكل لسه في جانب تاني خطير بقى في الاكل اللي هو انه الاكل مرتبط بالحياة لو مكلش هيموت هيموت بالجوة الصوم معنى ايه الصوم معنى تطبيق القاعدة اللي المسيح قالها ليس بالخبز واحده يحيى الانسان اه مش بالاكل بس بل بكل كلمة تخرج من فم الله ويبقى فيه تقديم زبيحة لتحرر ارادتي من شهوة الاكل يعني انا بقدم التذوق والاكل والاستمتاع والاعتياد وبقدم من جسدي بقدم جسدي زبيحة بهذا الشكل عشان احيا بكلمة الله واتحرر من شهوة الجسد انا قلت زبيحة وقلت جسدي ده معنى انه مبقاش انا عيان وتصومني او ما تبقاش انت عيان وتقول لا الصيام حرام ده بقى شغل في الرئيسية انت عيان تقدرش تصوم او ما ينفعش تصوم او بتاخد دواء ولازم تتغزة او بتاخد دواء وما ينفعش انقطع الطعام او معدتك محتاجة تشرب كباية لبن او بش او ما اليه انا طبعا الكنايس يعني توسعت واخيرا في مصر يعني هما كمان بدأوا يتعلموا الفكرة في انه يدوا للناس فرصة ان يكلوا حاجات زي اللبن ومنتجاته او ما اليه عشان يخففوا عن الناس اللي عندها معدتها والقولون وهذه المشاكل طب ما الحكاية المقول دي جات منين؟ من اليهودية المسيحية نقلتها من اليهودية اظن بقى دهوقتي انت فهمت فكرة الصوم ما هواش مجرد اكل ولكن هو بالاكتر صوم عن تحكم الاشتهاء والجسد فيه وده بقى بينعكس على الحرب الروحية انه بيقويك في الروح لما يكون صح بقى بالطريقة الصح ده زي ما شرحت بيقويك في الروح ضد ابليس ومحاربات روحية الى اي مدى احب الاخر والى اي مدى احب قريبك كما اجبت فيه السؤال الاول لو انت ما خدتش الطبيعة الجديدة مش هتعرف تحب قريبك كما يعلم الانجيل واذا ما خدتش المسيح بالروح القدس مش هتقدر تحب الاخر كما يعلم الانجيل فالبداية لازم تستلم الطبيعة الجديدة ولازم تقبل المسيح ويسكن فيك بروح القدس عشان تقدر تحب لو قبلت الطبيعة الجديدة بقى عندك طبيعة المحافة ولو قدرت صار فيك المسيح بقى عندك المحب نفسه فهتقدر تحب زي ما هو حب لان هو اللي هيحب فيك هو قال كنه احب بعضكم بعضا كما احببتكم انا يبقى الى اي مدى كما احببتكم انا طب بس انتك دي صعبة او يا ابونا ايها دي صعبة اوك طيب خلينا في اللي اسهل ان كان احد له معيشة هذا العالم ورأى اخاه محتاجا واغلق احشاؤه فكيف تثبت محبة الله فيه تعالوا الي مباركي ابي رسل ملك المعد لكم لاني كنت جوعانا فاطعمتموني عشانا فسقيتموني كنت مريدا ومحبوسا فاتيتم الي عريانا فكسوتمون المحبة العملية ده الحد الادنى عشان ما صعبش عليك المشوار لغاية ما يكبر الحب فيك وتوصل لملء احب بعضكم كما احببتكم حد الادنى اللي هو اساسي للخلاص اللي هو قال له تعالوا الي وزاوا عني حد الادنى اللي هو المحبة العملية نحو الاخر على النحو اللي ادانا امثلة منه فيه متى خمسة وعشرين اطعمت من قوتك الجائع كسوت العريان افتقدت المحتاج والمريض والمحبوس وهكذا اشكركم والاسبوع القادم بمشيئة الله لنا لقاء اخر وحاجه على باقي اسئلتكم واما الان فتكوا محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم في المسيح يسوع آمين اشتركوا في القناة